موسيقى أهلا بكم لم تجد الميليشيات الطائفية في العراق مناصا من الاعتراف أخيرا بأن الكيان السهيوني هو من قصف مواقعها العسكرية بعد طول إنكار استمر عدة أسابيع وعزو هذه الانفجارات التي ضربت مواقعها العسكرية ومخازن أسلحتها كان إلى سوء التخزين أو ارتفاع درجات الحرارة أو انفجار صواريخ قديمة إذ اتهمت ميليشيات الحجد الكيان السهيوني رسميا بالوقوف في وراء هذه الهجمات على مواقعها في آمرلي والديالة ومعسكر الصقر وقاعدة بلد الجوية وأخيرا كان في القائم غربي محافرة الأنبار كما اتهمت الميليشيات الطائفية القوات الأمريكية العاملة في العراق بالتواطع مع الصهاينة في هذا القصف المتكرر وهو ما نفته لاحقا وزارة الدفاع الأمريكية تهرب الميليشيات الطائفية من استحقاقات الرد على القصف الصهيوني هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية هل تنظر إيران إلى الضربات الصهيونية المتتالية للميليشيات الطائفية التابعة لها في العراق وسوريا على أنها عدوان يستهدف أمنها القومي ولماذا تلوذ إيران ومحورها المقاوم والممانة بالصمت على القصف الصهيوني لمواقع ميليشياتها في العراق وسوريا وما جدوى هذه الجيوش الجرارة والأسلحة المختلفة التي أنفق في شرائها مئات المليارات من الدولارات إذا كان العراق بحاجة للحماية الدولية وكيف يطالب مختدى الصدر بوضع مستودعات ميليشي الحشد تحت إمرة الدولة والحشد كما يقال تشكيل عسكري تابع للدولة ولقواتها المسلحة ولماذا تقبل الحكومات المتعاقبة في العراق بتخزين السلاح الإيراني خاصة الصواريخ الباليستية على الأراضي العراقية وهو السبب الرئيس في القصف الصهيوني وفق صحيفة التليغراف البريطانية ضيوف الطاولة رافع الفلاحي فالح الخطاب ثامر العلواني من إنكار لهوية المهاجم إلى التهديد والوعيد الكلامي وصولا إلى الشكوى للمنظمات العالمية ومناشدتها بحماية مقراتها من القصف هو أسلوب ميليشيات الحجد في التعامل مع القصف الصهيوني الذي استهدف مقراتها عدة مرات الحرج من الرد والعجز عنه دفعها إلى إنكار أن من يهاجمها هو الكيان الصهيوني فصار قادتها يتخبطون في رواياتهم أبو مهد المهندس يتهم الولايات المتحلة بتسهيل مرور أربع طائرات مسيرة لقصف مخازن ميليشيات الحجدة وسارع فالح الفياض بنفي الرواية والتبرؤ من تصريحات المهندسة حكومة عبد المهدي مع رئاسة البرلمان والجمهورية تكتفي بإدانة القصف وتدعو إلى عدم تحويل العراق إلى ساحة حرب ومركز لشن هجمات على دول الجوار قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي يختار العراق حلبة لتصفية الحسابات مع الكيان الصهيوني التخبط الذي يمر به المسؤولون في العراق وقالة ميليشياتها يقرأ من خلال معرفة أسباب الهجمات الصهيونية المفاجئة تقارير عدة تؤكد أن إيران نقلت مخازن أسلحتها من سوريا إلى العراق بعدما أصبحت أهدافا للطائرات الصهيونية ما دعا حكومة تل أبيب إلى ملاحقة هذه المخازن وتعقبها في العراق لتبدأ مرحلة صراع وقفت الحكومة حائرة أمامها بين سياسة النأي بالنفس عما يدور في العراق خوفا من الجانب الأمريكي والضغوط الإيرانية على الحكومة لتكون في طرف إيران وربما درعا لها في الصراع المحتدم البقاء على مسافة متساوية بين المحتلين الأمريكي والإيراني في ظل هذا التوتر أرهق الحكومة وأثبت فشلها في إدارة الأزمات فآثرت أن تترك مركب البلد بيد زعماء الميليشيات الذين يبحثون على ما يبدو إلى مخرج من مأزق الصراع مع الكيان الصهيوني عند أول اختبار حقيقي لردة فعل ما يسمى محور المقاومة أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في تهرب الميليشيات الطائفية من استحقاقات الرد على القصف الصهيوني كما دأبت على التهديد بذلك مرارا ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي هنا في الستوديو وسيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر السكايب الدكتور ثامر العلواني مقرر قسم القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين مرحبا بيضيوف الكرام جميعا هياكم الله لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاح دكتور مع هذا القصف الصهيوني المتكرر لمواقع الميليشيات الطائفية في العراق ومستودعات أسلحتها وثكاناتها العسكرية وهي طبعا تابعة ليران هل تنظر إيران إلى هذا القصف الصهيوني المستمر لميليشيات تابعة لها سواء في العراق أو في سوريا وأيضا هناك قصف الحقيقة استهدف مواقع الحرس الثوري في العراق وفي سوريا وهناك أيضا حديث عن مصانع لتصنيع أسلحة أو خزن أسلحة باليستية هل إيران تنظر أو تعتبر هذا القصف الصهيوني تهديد جدي لأمنها القوم فعلا بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد بالتأكيد إيران لا تنظر إلى ما يحصل أنه تهديد لأمنها القومي أبدا ما يحصل لهذه الميليشيات وهي تعتبر هذه الميليشيات مجرد أدوات لتلقي ضربات تعوض عن الثمن الذي يجب أن تدفعه لإتمام مشروعها هكذا تنظر الموضوع يعني هذه الميليشيات أو العراق عموما هو ساحة لتصفية حسابات وتصفية استحقاقات معينة في السياسة الإيرانية لصالح مشروعها وعلى العراق وعلى ميليشياته وعلى أهل أن يتحملوا هذه الكلفة لإسعاد إيرانهم هذا يعني ملخص الأمر الحقيقة إيران لا ترى في هذه الميليشيات إلا أدوات ممكن أن تستعملها لغرض التفاوض لغرض تحسين التفاوض مع الطرف الأمريكي ورقة ضبط نعم ورقة بهذا الاتجاه يعني ما يحدث الآن لو سألنا أنفسنا يعني لماذا إيران تدفع هذه الصواريخ من إيران وتأتي بها إلى العراق لتضععد هذه الميليشيات يعني لماذا إذا كانت هذه الصواريخ ويتحدث عن صواريخ بعيدة المدى قادرة كذا تصل إلى إسرائيل وتصل إلى الكيان الصهيوني وتقصف لماذا توضع هذه أو تنقل هذه الصواريخ إلى العراق بها العرج يقول أمانة قد تمنى العراق عليها لماذا يؤتمن العراق على مثل هذه الأسلحة إيران دولة واسعة المساحة لديها من المدن لديها من القواعد لديها من الإمكانات الكبيرة جدا العراق بلد محطم ضعف مساحة العراق إيران نعم طيب لماذا وهذه أسلحتها وممكن أن تخزنها والمعركة معركتها والعراق قد تعب من المعارك والتعب من الحروب وقدم أثمان باهظة جدا من دماء أبناء وأهله وتاريخه وثرواته وخيراته وما زال يقدمها لمدة 16 سنة من احتلاله لحد الآن هو يقدم هذه القضايا على الأقل لماذا يتحمل هذه يعني من يستطيع أن يقنعنا أن هذه الميليشيات التي تدافع عن إيران الآن هي تريد الخير للعراق ومن يستطيع أن يقنعنا أن إيران عندما جاءت بهذه الصواريخ هذه الأسلحة وضعتها في معسكرات الميليشيات تريد أن تحقق للعراق سيادته وأمنه واحترامه وكرامته هذه قضية تريبة عجيبة لو كان أحد قارة الميليشيات هنا معنا في هذه الحلقة وطرحت علي هذا التساؤل لماذا إيران تخزن أسلحة في العراق أو سوريا ربما الأجاب أن العراق الآن جزء رئيس من محور المقاومة والممانعة الذي يمتد من طهران إلى بيروت عراق سوريا لبنان اليمن عن أي ممانعة وأي مقاومة الحقيقة هذه أولا هذه التسمية تسمية غريبة وغير حقيقية ومضللة وكاذبة وخادعة على من يقاومون وماذا قاوموا؟ في اليمن هناك ميليشيات مثلما موجودة في العراق خربت البلد دمرت البلد عاثت في الأرض فساداً ودمرت وحدة اليمن ودمرت شعبه ودمرت ما فيها والآن ما زال القتال وهي أداة من أدوات إيران للضغط على الدول العربية في لبنان الدولة مختطفة الدولة مختطفة لصالح حزب الله وأهل لبنان يأنون من هذا الحزب ومن التدخلات الإيرانية ومن الوجود الإيراني والتغول الإيراني في سوريا هذه الميليشيات عاثت في الأرض فساداً وقتلت الشعب السوري وساهمت مع النظام السوري في تهجر السوريين أنفسهم عشر ملايين فكيف يمكن؟ ما هو وجه الممانعة؟ وهذه إسرائيل والكيان الصيوني تتحدثون عنه ما زالت آمنة وليس فيها شيء تقصف في بغداد ودن مشخوة في بيروت وفي غزة بالعكس ربما علينا أن نقول الآن وبشكل واضح أنه هذه الصواريخ وهذه وعموم هذه السياسات الجزء من سياسة إيرانية هذه السياسة الإيرانية التي تتبع من عام 2003 على الأقل من احتلال العراق لحد الآن قربت إسرائيل إلى أنظمة عربية كثيرة سنتحدث دكتور عن هذا الموضوع قضية المراجحة أو المفاضلة أو المقارنة بين العداء الإسرائيلي والعداء الإيراني بالنسبة لشعوب المنطقة دكتور فارح الخطاب زعماء الميليشيات الطائفية في العراق يحاولون ويجهدون في الترويج على أن هذا القصف الصهيوني لمواقع الميليشيات الطائفية ولمواقع ومستودعات ومخازن وتصنيع الأسلحة للحرص الثوري الإيراني في العراق أو في سوريا إنما هذا القصف يستهدف الدولة العراقية يستهدف الشعب العراقي ولا يستهدف فقط ميليشيا الحشد هذا الحرص على هذه القضية لما؟ بما تنفع الميليشيات؟ هذا القصف يستهدف العراق لا يستهدف الميليشيات بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا كلام إنشائي وكلام يراد من تحفيز رأي العام غير المؤيد لإيران من التعاطف مع هاي ميليشيات وأعتقد أنه هذا الكلام لا يشتره أحد بأي ثمن حتى لو كان مجانا لا يقبل به أحد ولا يتداول أحد المشكلة الآن حقيقة أصبحت كبيرة جدا في العراق أعتقد أنه المشكلة بدأت تتفاقم وإيران بدأت تدرك الآن أنه الوضع خطير وليس كما كان يخيل لها الميليشيات كانت تعتقد أنه أرض العراق أرض مفتوحة ومسرح لكي يفعلون به ما يشاءون الآن الوضع أصبح مختلف لعلكم قبل قليل سمعتم إلى خبر غاية في الأهمية وبالغ الأهمية وممكن أن يشير إلى مسألة قد تقلب الأمور اليوم كان هناك حسب تسريبات خبراء أمنيين في العراق سربوا أنه السفارة الأمريكية الآن بصدد الإعداد لفتح قاعدة كوبرا في ديالة هذا كلام طبعا خطير أنت تعلم ديالة هي الخاصرة الضعيفة نحو بغداد وهي منطقة مهمة جدا وإيران تسعى بكل قوة لكي تعمل فيها تغيرات ديمقرافية وتسيطر عليها الآن عندما تقوم قوة الاحتلال الأمريكية تقوم بفتح قاعدة كوبرا من جديد وتكون على أبواب إيران هذا معناته نحن أمام استنزاف أمريكي للقوة الإيرانية داخل العراق وهذا يعني أنه إيران بدأت تتلمس أن سياستها في العراق بحاجة إلى مراجعة لأنه كان هناك مفهوم خاطئ أنه إيران اعتبرت أو عدت أن العراق بالميليشيات بالحشد الممكن وحكومة ضعيفة ممكن السيطرة عليها بهذه البساطة لكن الولايات المتحدة الآن تقول لهم أنه بإمكاننا قلب الطاولة على الوضع كله وبإمكاننا أن نفعل أشياء كثيرة هذه الضربات التي تتوجه إلى الحشد من دون أن يرد وليس له القدرة على الرد تعني من بينما تعني أن العراق ليس بيا آمنة وأنهم الحشد الآن يقولون أن هناك كثير من الجواسيس نعم الكثير من الجواسيس هناك حلفاء لأمريكا حلفاء لإسرائيل العراق فعل به الأفاعيل منذ عام 2003 والآن عندما جاءت إيران يعني تريد أن تسيطر على بلد مخترق من جميع الجهات لذلك هناك يعني ورطة كبيرة الآن للحشد ولإيران لأنهم باتوا إذا دخلوا في مواجهة المواجهة نعم هم لهم كثير من المساحة على الأرض القوات الأمريكية محصورة في قواعد ربما الكثافة الجوية ولكن أيضا هناك احتمالات كبيرة جدا أن إيران تنكسر انكسار استراتيجي خطير في العراق طبعا كل شيء له تداعيات لكن هذه واحدة من التداعيات نعم دكتور ثامر العلواني في عمان يعني في المرحلة السابقة كان هناك ولا زال إلى حد ما سراخ إيراني وصراخ من الحرس الثوري أنه بإمكان الحرس الثوري وإيران أن تمحوا إسرائيل من الخارطة خلال سبع دقائق ونصف الآن هناك قصف صهيوني يجري في العراق طبعا كان يجري في سوريا وأيضا في سنين سابقة كان يجري في لبنان الآن هناك صمت من محور ما يسمى محور الممانعة والمقاومة على هذا القصف الصهيوني أو هناك ردود إنشائية إعلامية لا تتعدى هذا الإطار هل هذا الصمت الإيراني هو حكمة إيرانية حصافة إيرانية أم هو عجز وما كان في السابق الحقيقة جعجعة إعلامية وسياسية ليس إلا تحية لك أخي الكريم وستاذ ماجد وضيوفك الكرام في الأستوديو أهلا وسهلا الله يضعي فيك فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال وهو الإمكانية العسكرية الإيرانية في محو إسرائيل باختصار إيران تعودت على الكذب البواح والمبالغة الكبيرة جدا فيما يتعلق في قوة العسكرية وأمور أخرى وهذه طبعا ليست جديدة على الإيرانيين الواقع يفضح ويكذب التصريحات الإيرانية سواء بعداوتها مع إسرائيل أو قوة العسكرية أولا لا بد أن نعلم أن عداوة حقيقية بين الكيان الصهيوني وإيران ليست بالواقع والحقيقة المعلومة التي يتصورها الناس بأنها عداوة هذه نقطة مهمة لا بد أن يدركها العالم الإسلامي والعالم العربي كثير منه يعلم هذه الحقيقة لأن الشعب العراقي طبعا أدركها الشعب السوري أدركها الشعب اليمني أدركها لأن هذه الشعوب ذاقت الويلات والخراب والدمار الهائل والقتل بسبب التدخلات الإيرانية في بلدانها لذلك فما يصدر عن المسؤولين الإيرانيين منذ خمسين سنة تقريبا في تهديد الكيان الصهيوني هو لا يتجاوز الدعاية الإعلامية لبسط النفوذ في الوطن العربي والدول الإسلامية فهي تهدد إسرائيل وتضرب في سوريا تضرب الشعب السوري في سوريا تهدد إسرائيل تتعاون مع أمريكا في احتلال العراق تهدد إسرائيل وتتعاون مع الميليشيات وأمريكا لضرب المحافظات السنية فيما يتعلق بالقوة العسكرية الإيرانية القوة العسكرية الآن في العالم ككل تعتمد بشكل كبير جدا وأساسي على التكنولوجيا الهائلة المتطورة في الصواريخ والطائرات ومنظومة الدفاع والرصد الجوي وغيرها هذه الطفرة طبعا في التكنولوجيا واستخدامها في القوة العسكرية جعلت كثير من سيادة الدول ضعيفة وهشة لأنها لا تستطيع مواجهة الإختراقات التي تتعرض لها جويا وبريا إيران إلى الآن إلى هذه اللحظة إلى هذا اليوم تعتمد على القدرات التقليدية القديمة للجيوش تصنع أسلحة وتصنع صواريخ لكنها محلية تفتقر إلى التكنولوجيا الحديثة تصنع صواريخ نعم لكن مدى فاعلية هذه الصواريخ هي لا تعد في عفوا هي تعد في إطار العدم في ظل التطور الهائل الذي يشهده قطاع التسليح العالم الذكي الذي يستخدم التكنولوجيا في هذه الصناعات الصواريخ الإيرانية قصيرة المدى ضعيفة في منصاتها بطيئة في سرعتها تفتقر أيضا للتوجيه الدقيق في إصابة الهدف يضاف إلى ذلك أنها سهلة الرصد وإسقاطها بأبسط الأنواع الأسلحة التي تمتلكها تلك الدول التي لديها التطور التكنولوجي جميع الخبراء العسكريين يؤكدون أن إيران لا تمتلك قوة عسكرية مخيفة وإنما هي ضعيفة لأن منظومتها متهالكة وقديمة ومتخلفة تكنولوجيا لذلك فإن إيران ستكون عاجزة أمام أي هجوم لدولة تمتلك قوة تكنولوجية عالية بالإضافة إلى بعض التحالفات الدولية والإقليمية إذا كانت إيران قبل هذا إيران تعلم ذلك وهي تعتمد وتلجأ إلى حرب الوكالات في تنفيذ المشروع الإيراني التوسعي بسبب أنهم يعلمون أن نهايتهم حتمية إذا دخلوا في حرب استراتيجية شاملة مع دولة تمتلك قوة عسكرية متطورة وتحالفات إقليمية أما التصريحات والتصريحات النارية والتهديدات هي لا تتعدى أن تكون تصريحات دعاية إعلامية للتسويق المحلي ومحاولة لطمأنة من ذيولهم وأدواتهم وأذرحهم في البلدان الأخرى أضف إلى ذلك معلومة مهمة جدا وحقيقية واقعية هي لماذا لا تدافع عن ميليشياتهم في العراق ميليشياتهم في سوريا إيران تتعامل مع هذه الميليشيات على أنهم مرتزقة فهي تستخدم في إطار المصدحة الإيرانية وأشار إلى ذلك الدكتور رافع قبل قليل فلا تتعامل معهم على أنهم جيش إيراني ولا تتعامل معهم على أنهم حرصوا على أنهم حلفاء أيضا على أنهم حلفاء وليسوا أتباع أو مرتزقة أشكراك دكتور أتفضل هم مرتزقة نعم شكرا إذن طبعا سنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في هذه الحلقة التي تبحث في تهرب الميليشيات الطائفية من الاستحقاق استحقاقات القصف الصيوني في الردوة تصدي لهذا القصف سنعود بعد الفاصل ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في تهرب الميليشيات الطائفية من استحقاقات القصف الصيوني على مواقعها في العراق ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور فالح الخطاب ودكتور ثامر العلواني دكتور صحيفة التليغراف البريطانية قالت أنه السبب الذي يدفع الكيان الصيوني إلى مواصلة قصفه لمواقع الميليشيات في العراق هو الحقيقة التخزين أو الأسلحة الإيرانية المخزنة في العراق لذلك الصهاينة يقومون بهذا القصف يعني لماذا تقبل الحكومة بتخزين سلاح يجرها إلى مواجهة دولة أقليمية دولة أقليمية قوية يعني يجب الاعتراف أن الكيان الصيوني هو دولة أقليمية لها اليد الطولة الحقيقة في المنطقة لماذا تقبل بهذا الأمر ليجر البلد إلى مواجهة عسكرية وهو كما أسلفت منهك متعب مستنزف نعم أسأل ماجد قبل أن أجيبك على هذا هو سؤال مهم يعني لدي نقطتين حتى يعني في إطار ما تحدثنا به النقطة الأولى فيما يخص يعني محور الممانعة حضرتك تحدثت به نعم قبل قليل كان علي أن أذكر أنه يعني كل هذه الكوى الآن التي تدعي أنها ضمن محور الممانعة وهي تمانع الشيطان الأكبر وصنيعة الكيان الصيوني هي من جاء بها الشيطان الأكبر وهو من وضعها على سدة الحكوم وهو من رعاها بإرادة الكيان الصيوني هذه حقيقة يجب أن لا ينكروها يعني ما حصل في العراق 2003 هو بإرادة وفكر صهيوني وبأدوات أمريكية هذه الحقيقة وتنسيق إيراني وبتنسيق إيراني وبخدمة إيرانية وبتخادم إيراني كبير جدا جدا وهذه الميليشيات وهذه القوى يعني تابعة إلى أحزاب وقوى كانت تأتمر تحت المظلة الإيرانية وما زالت كلها كانت بتفاهم وما زالت مع الشيطان الأكبر وهو الذي رعاها والذي جاء بها والذي صنع الآل العملية السياسية التي يرعون فيها والذي يعني يسرقون منها ويدمرون العراق بها هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن ما يحصل بين أمريكا وإيران ليس صراعا عسكريا أبدا ولن يؤدي إلى صراع عسكري هذا يجب أن نرفع من أثاننا وترامب قبل يومين الرئيس الأمريكي ترامب قال نحن لا نريد حربا مع وقال أكثر من مرضى وقال بالنص قال نحن لا نريد أن نضعف إيران نريد إيران قوية إذن هو ليس يضعف إيران هي أشبه بلعبة عض الأصابع بين أمريكا وإيران مثل هذه اللعبة لعض الأصابع من سيسحب يده من ثم الأخر ويصرخ أولا هذه هي الحقيقة هناك مساحات معينة والقضية تتعلق بنقطة أساسية والكيان الصيوني أساس فيها مثلما احتلال العراق كان الآن أساس فيها هي قضية النوى والسلاح النوى وقضية الصواريخ الباليستية البعيدة هذه القضية إذا ما انتهت هذه إيران لا يريد أن يضعفوها أمريكا لا تريد أن تضعف إيران إيران بعبع ويجب أن يبقى ويجب أن يبقى قوة تبتز بها كل المنطقة إيران أمريكا حلبت المنطقة ماديا ومعنويا وفي كل شيء بوجود هذا البور يوم أمس ترامب قال نريد نظاما قويا في إيران نحن نسعى لنكون نظاما قويا في إيران نعم يريدون بقاء إيران قوية هذه الحقيقة وهم لا يريدون أن يعني أمريكا لو عزم على الحرب مع إيران لما كانت الأمور بهذه الشكل هذه حقيقة لكن هناك تقسيمات على الأرض وهناك تنافس معين يجب أن يصفى بالشكل الذي يخدم المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية في نفس الوقت هذه واحدة الثانية لماذا الحكومة أساسا يعني لماذا الحكومة تقبل وجود هذه الأسلحة الحكومة غير مسيطرة إلى العراق هي ليست حكومة هي ربما يعني إحدى مكاتب تمشية الأعمال إدارة الأعمال ليس أكثر ليس أكثر من هذا قدرتها على السيطرة هذه الكلام عن بيان يصدر القادة العام قوات المسلحة أن هذه القوى الميليشيائية تابعة وتأتمر به هذا كلام كل إنشائي وكلام فارغ وليس له على الأرض من حقيقة يعني ليس له إثبات على وجه الأرض الحقيقة أن هذه الميليشيات تابعة إلى إيران والحكومة هي بأحزابها وقواها تابعة إلى إيران وتأتمر بالأمر الإيراني لكن في نفس الوقت هي تعرف أن المظلة الأمريكية مظلة واسعة وهي تتخادم مع إيران ولديها تفاهمات معينة لا تسيطر هذه الحكومة أبعد ربما من المنطقة الخضراء وهذه الميليشيات هي من جاءت بهذه الحكومة بدليل عندما اختلفوا على قضية وزير الداخلية الفياض عندما قالوا أنه يجب أن يكون الفياض هو وزير الداخلية خرج هذه العام رياحة زعماء الميليشيات قال لا ينسى لا ينسى عادل عبد المهدي أنه نحن من جئنا به إلى المهندس قال أيضاً نعم نحن من جئنا به إلى هذا الكرسي رئاسة الوزراء وبناء على اتفاقات ولولا موافقتنا لما كان رئيس الوزراء فعليه أن ينفذ ما اتفقنا عليه وجزء من الاتفاق أراد هذا الموضوع وبعد ذلك جرت اتفاقات وتدخلت إيران ووضعوا رجلاً آخر من رجالهم في هذه الوزارة اللي تنتهي هذه المشكلة التي وصلت في بعض اللحظات إلى عنق الزجاجة وقالوا أنها يعني وصلت إلى الحكومة ستنهار هذه الحقيقة جزء من عدها فبالتالي أن هذه الحكومة لا تسيطر على أي شيء وهذه الميليشيات هي تابعة وتأتمر وتنفذ سياسات خارجية ولديها أجندات خارجية والكثير منهم تحدثوا يتحدثون بهذا الشكل الحكومة تقول نحن نريد أن نخرج العراق عن هذا الصراع من سياسة المحاور الإقليمية نعم لا نريد لكن زعمان ميليشيات يخرجون على الشاشات الفضائية كلها يتحدثون إذا ما حصل صراعاً أمريكياً إيرانياً فسنقف مع إيران ونقاتل مع إيران يقولون هكذا وهم في نفس الوقت يدعون أنهم جزء من القوات المسلحة العراقية والأمنية عن هذا التناقض في مواقف زعمان ميليشيات هذه الحكومة الحكومة لا تملك شيئاً لا تملك شيئاً دكتور فارح الخطاب الحقيقة بعد كما يقال بعد الخطابات النارية والعنتريات بمحو إسرائيل أن الحشد رابع قوة في العالم تلاحق الإرهاب اهتدت الميليشيات إلى قضية وهي أنها تطلب من الحكومة التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب الحماية الحماية للعراق من القصف الصهيوني المستمر إذا كان الأمر كذلك لما أنفقت مئات المليارات على السلاح المستورة في العراق خلال 16 سنة الآن في العراق جيوش مليونية من قوات إلى 60 إلى 70 ربما ميليشيا قوات اتحادية قوات قدرة هذه الجيوش المليونية التي تستهلك حوالي 60 إلى 50% ربما من ميزانية الدولة وغير قادرة على ردع أدوان خارجي إذا لمن معدى لمن مجهز هذه القوات يعني أولا تعليقا على قضية وجود 70 80 60 50 ميليشيا ومئات المليارات كل الأسماء الدينية يعني من هاي الترجمة نعم مئات المليارات من ال هذه كلها كما نعلم أنفقت شوف ما يجري في العراق هو محاولة لإفلاس العراق إضعاف العراق تدمير العراق قلنا هذا أكثر من مرة أن العراق الآن بصدد تدميره كبنية اجتماعية ودولية كدولة ومجتمع وحضارة واقتصاد وكذا والأمريكان مشتركين في هذه العمل ليس فقط إيران دكتور جعفري عندك كتاب أصدر اسم خطاب الدولة يريد من الآخرين أن يقرؤوا هذا الكتاب لينشئوا دولة يتأسوا بالتجربة العراقية إذا ما أرادوا بناء دولة دولة مدنية حديثة على كل حال هذه نكتة أخرى تضاف للنكت عن الجعفري الجعفري مليء بالنكت عليه أسماء لا ندخل فيها لأن البرنامج أكثر جدية من هذا ولكن على كل حال في العراق لا توجد قوة حقيقية يعني نعم هناك ميليشيات هناك سلاح هناك أكداس ولكن في الحقيقة العراق ليس قويا إلى الحد الذي يتصور إيران أو يتصور الحشد نفسه دكتور في سنة من السنين المالكي قال الآن لدينا جيش هو رأس الحرب في الحرب العالمية الثالثة على الإرهاب نحن من يقود الحرب العالمية على الإرهاب جيشنا قواتنا صحيح هو يعني صدق وهو كذوب فيما يتعلق بالإرهاب نعم هو بإمكانه أن يعتقل ويقتل ما يشاء ممن يسميهم أرهابيين من السنة في العراق يشتاح المحافظات يدمر ما يشاء هذا صحيح إلى حد ما ولكن العراق ليس قويا الآن القوة التي تتكلم عنها الميليشيات والسلاح ليس قويا العراق قبل 2003 وأنا لا أتكلم عن فترة حصار معينة لكن عندما كان العراق فيه جيش وقيادة واحدة ودولة واحدة كان يحسب له حساب اليوم لا تستطيع أن تقول أن هذه الحشود كلها بقيادة واحدة بتوجيه واحد هي عبارة عن مزيج متنافر شركاء متشاكسين يعني لا يملك أحد أن يقول كل هذه القوات تحت أمرتي بل حتى الاختراقات الموجودة داخل الحشد تستطيع أن تقول معها أنها اختراقات لأمريكا واختراقات لإسرائيل واختراقات لإيران كل ما هناك أنه الحسابات كلها على الأرض لا تشي بأنه الوضع سيقول إلى مصلحة أي طرف الأطراف إذا احتدنا الصرع وبالتالي الحشد والميليشيات والسلاح يتعللون الآن بالمجتمع الدولي ويتعللون بالحماية الدولية وهذا كله طبعا ضحك على الذقون لأنهم لا يملكون فارقة دكتور أنه أيضا من ضمن المطالبات هو التوجه إلى روسيا لطلب الحماية وشراء منظومة الأس 300 وأنه روسيا حليف موثوق به وهو الأقدر على ردع طيب روسيا موجودة في سوريا ولم تمنع أيضا القصف الصهيوني يعني كلها كلها مهازل وكلها عبارة عن ضحك على الذقون كل ما يجري في العراق الآن بسببه هو استطالة الميليشيات الأمريكان ليس عندهم مشكلة مع إيران فيما يتعلق بتفاهمات ما بعد 2003 كل اللي حدث أن إيران تريد الخروج من تفاهمات 2003 والسيطرة والاستحواذ على العراق بأكمله وهذا لا يليق عن الحصة المرسومة لها أمريكية عن الحصة المرسومة أمريكية هي تريد ولذلك اليوم عمار الحكيم أو التيار الحكمة هذا قال إذا حل الحشد ستسقط حكومة عبد المهدي الحقيقة هو أنه هناك قوة ميليشياوية تريد أن تسيطر على العراق وهذا خروج على معادلة تفاهمات 2003 هذا هو حقيقة السرع الآن بين الولايات المتحدة وبين إيران في العراق داخل العراق يريدون الاستطالات هذه يعني خرجت عن العشوائيات هذه يريدون الأمريكان قصها وإرجاع الحصة الإيرانية كما كانت بعد تفاهمات 2003 دكتور رفع يعني إيران الأمريكان ما دام إيران تمادت وتريد أن تخرج عن الحصة المرسومة لها هل تعتقد أنه هذه فرصة للأمريكان لإخراج إيران بالكامل أم تحجيمها وضحها أو إرجاعها إلى حجم 2003 لا تحجيمها وليس أكثر إخراجها غير مطلوب لأنه هي جزء من معادلة خراب العراق ووجود ضروري جدا بالعراق لهذا المشروع التخريبي نعم هو المشروع التخريبي قائم على وجود إيراني بهذه الطريقة لو أمريكا من البداية وليس هناك من طرف قليمي مؤهل يلعب هذا الدور يعني أبدا أبدا لا يوجد وليس هناك من طرف إقليمي يمكن أن يلعب دور الفزاعة اللي يخوفون بالآخرين ويبتزونهم إيران يعني أمريكا مستفيدة من إيران بهذه الطريقة لكن تريد أن تضبطها في مساحة معينة وعلى ذكر الجيش الحقيقة نعم لدينا نحن أكثر من مليون يمكن نعم يعني تحدث وزارة التخطيط لدينا ستة ملايين موظف تحدث عن أربع ملايين موظف مدني يعني مليونين عسكري وأجهزة أمنية نعم كبير جدا لكن هذا لم يشكل كجيش وكقوى مطلوب أن تشكل لحماية العراق والعراقين لا هذه شكلت لقمع العراقين وتدمير العراق وإهانة العراقين هذه الحقيقة استخدمها ضد العراقيين هذه القوى كما جرى في تظاهرات 25 أشباب هذه الحقيقة ليس ولو كانت أمريكا تريد للعراق أن يكون وإيران تريد للعراق أن يكون فيه جيش قوية لما أصدروا قرارا بحل الجيش العراقي السابق كان من الممكن أن يزغوا إلى بعض المقترحات الكثيرة التي جاءت أزيلوا منه بعض الشوائب عدلوا ويبقى هو الجيش بيك لكنهم أزالوا كل الجيش لأنه يريدون قوى من هذه النوع تتحرك بهذا الطريق شكرا دكتور ثامر العلواني يعني هناك محور تقود إيران اسمه محور الممانعة والمقاومة يقول أنه يتصدى للمشروع الصهيوني والأمريكي يملك الإمكانيات والقدرات على أنه محو إسرائيل بدقائق فقط إذا كان الأمر كذلك والعراق كما يقول زعماء الميليشيات الآن جزء رئيس وأصيل من هذا المحور لماذا يتوجه الحكومة في العراق لاستجداء الحماية الدولية من المجتمع الدولي لماذا لا يقوم هذا المحور بتوفير الحماية للعراق لسوريا؟ يعني إيران؟ أخي الكريم أستاذ ماجم كما قلنا سابقا إيران لا تملك القدرة للدفاع عن نفسها إذا وجهت لها ضربات من أمريكا أو غير أمريكا أو حتى إسرائيل وكما أتفضل الأساتذة في الاستوديو لا يوجد هناك صراع حقيقي بين إيران وبين الكيان الصهيوني وبين إيران وأمريكا صراع حقيقي ليس صراع على النفوذ في العراق أو النفوذ في سوريا يعني هذا المحور قد أنشئ أصلا للتصدي للغطرس التوسع الصهيوني والآن هناك قصف إسرائيلي صهيوني على مواقع على جيوش على قوات هذا المحور إذا كان هذا المحور غير قادر على الدفاع عن جيشه عن قواته إذن متى سيذهب إلى فلسطين ليحررها؟ لو كانت إيران صادقة فيما تقول وأنها ضد الكيان الصهيوني لديها جيش حرس ثوري في سوريا لديها ميليشيات في سوريا على الحدود مع إسرائيل على الحدود مع الكيان الصهيوني لكانت وجهت أقل ما يقال صواريخ خمس كيلوات أو ستة أو عشرين كيلو تمتلك هذه القوات الإيرانية عن طريق الحرس الثوري الإيراني وعن طريق الميليشيات هذه الصواريخ لماذا لا تستهدف الكيان الصهيوني؟ إذن هي تتذرع بهذا الكلام إعلاميا لا قيمة له على أرض الواقع كل ما صرحت به إيران بهذا الخصوص أنه من حق هذه الدول التي استهدفت والميليشيات التي استهدفت أنها تدعم حق الدفاع والرد لهذه الميليشيات وهذه الدول إذا رجعنا إلى تصريح روحاني قبل أيام قليل روحاني قال هناك جماعات ستقاتل إذا ما دخلت إيران في حروب هناك جماعات تقاتل من أجل إيران نحن غير مسؤولين عنهم هذا الكلام يترتب عليه أنه يتهرب من تحمل المسؤولية أمام العالم وأيضا هي حقيقة واقعية أنهم لا شأن لهم بهذه الميليشيات لأنهم أدات لمشروع إيراني هم مرتزقة بين قوسين هم مرتزقة إذا ماتوا أو إذا أصيبوا هذا واجبهم فإيران ستستخدم هذه الورقة لمفاوضات مستقبلية وهي لا تمتلك أيضا إيران نعود ونكرر لا تمتلك القوة الدفاعية هي تمتلك أكثر معدها إيران قوة جوية هي السيخوي 24 أو 25 وهذه بالقوة الجوية الحالية لا تعد قوة ضاربة ثانيا إيران نفسها لا تمتلك إلا أقوى سلاح دفاع جوي هو S-300 ولا تمتلك إيران سوى أربع بطاريات اشترتها من روسيا هذه إذا جئنا إلى حقيقة الأمر إذا نقطع الاتصال مع دكتور ثامر العلواني على كله أشكر الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان دكتور رافع الفلاحي الحقيقة صدرت دعوة غريبة من مختص الصدر وهو أنه يطالب ميليشيا الحشد بتسليم مستودعاتها وثكاناتها العسكرية لتكون تحت إمرة وإدارة الدولة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة أليس الحشد كما نسمع أنه تشكيل عسكري يتبع للقائد العام للقوات المسلحة كبقية التشكيلات إمرة وإدارة إذا كانت الحشد الآن ليس تحت إمرة الدولة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة إذن تحت إمرة من؟ يعني هذه دعوة غريبة الإعراق منذ عام 2003 لحد هذه اللحظة بلد التناقضات بلد الكذب أنا أتكلم عن الوضع السياسي يعني بسبب هذه التشكيلة السياسية بلد يعني ربما مستوى الكذب أعلى المستوىات والتضليل والقداع ومحاولة يعني الشيء ونقيضة في نفس الوقت يأتون بالصيف والشتاء على سطح واحد غريب عجيب يعني يتحدثون عن قوات ميليشياوية هي جزء من المكون العسكري والأمني العراقي ويهتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة لكنها في نفس الوقت تتصرف كما تشاء والقائد العام قوات المسلحة ليس مسؤول عنها ولا يستطيع أن يفعل شيئا هل يستطيع القائد العام قوات المسلحة أن يحرك يعني مجموعة صغيرة من هذه الميليشيات شاهدنا قبل فترة هذا اللواء 30 ماذا فعلوا عندما قال وذهب عادل عبد المهدي إلى هناك وبالتالي بقي الوضع على ما هو عليه وهذا اللواء اللي اسمه 30 ما زال يبتز الناس وما زال يزجن ويقتل ويذبح وينتهي كل الحقوق في سهلنا يناولا يستطيع عادل عبد المهدي أن يفعل شيئا مع أنه قامت القائمة وقال أنه هذه القوة بعمرة القائد العام قوات المسلحة فبالتالي هذه القوى الميليشيوية الحقيقة ليست بامرة حكومة ليست الحكومة إلا تابعة لهذه القوى الميليشيوية والحكومة جاءت من رحم هذه الميليشيات هذه الميليشيات لديها نواب في مجلس النواب هي من يتحكم في التشريعات التي تصدر والقرارات والقوانين التي تسن وهي من لديها وزراء من يتحكمون بكل شيء بمفاصل الدولة هي وزراء يتحكمون بأموال الناس بمصالح الناس بمصالح البلد هل تعتقد الميليشيات أنها عندما تقوم بتسليم المستودعات أو مخازن السلاح أو الثكنات التي تضم أسلحة إيرانية أن هذا سيمنع الصهاينة من قصفها بدعوة أن هذه سلمت إلى الجيش حقيقة مقترح ساذج الحقيقة ومقترح غريب عجيب يعني وماذا يعني إذا جاءت هذه وهي لماذا أساسا تكون لديها مستودعات للسلاح خاصة بها وهي قوى تابعة للقوات المسلحة العراقية يفترض القوات المسلحة وزارة الدفاع ووزير الدفاع هو المسؤول عن هذه المخازن وهو من يحدد حاجة هذه القوات لأنواع الأسلحة وكيف تستخدمها وهو المسؤول عن تمويلهم بهذا السلاح لكن ليت السلاح من إيران ويخزن بهذه الطريقة والدولة والحكومة إذا كانت هناك حكومة ودولة غير قادرة ولا تعرف ما في هذه المخازن هذه يعني غريبة عجيبة الزعماء الميليشيات تقدموا تقرير نفوا فيه أن تكون هناك مخازن أسلحة إيرانية في العراق أنه ليس هناك من أسلحة اليوم خطاب لعمار الحكيم يرفض أن يكون العراق يعني مخزن لأسلحة الدول الأجنبية يعني وهذا الحقيقة فيها إشارة الاعتراف واضح لا هذه القضية يعني يعني يأتي الكيان الصهوني يبعث طائرات يبعث يعني بأي طريقة كانت ليضرب معسكرات معينة ومخازن معينة ومنتقات لماذا واضح ولماذا قامت قائمتهم لماذا ثاروا كل هذه الثورة ويعني سنرد بقوة وسكذا ويخرج المضحك أيضا في هذه القضية التناقضات يخرج وزير الدفاع الحالي يقول أنه كرامة العراق وسيات قضية خط أحمر ولا يمكن وجه قواته لأنه يمنع أي قوة خارجية أو داخلية يمس بكرامة وسيادة العراق هي وين كرامة العراق؟ أين كرامة العراق وسيادة العراق منذ عام 2003 لحد الآن لكي يمنع وزير الدفاع بهذه القوات الميليشيا ويمنع المساس بها هي أساسا غير موجودة يعني مثل البيانة التي سميت ما يسمى بالرئاسات الثلاثة أخرجوا بيانة يتحدثون عن التمسك بمرجعية الدولة أين الدولة هي التي يتمسك بمرجعيتها؟ أن القوات المسلحة ومعرفة كلام فارح ليس له ودفاعا عن السيادة ودفاعا عن الدستور أي دستور وأي سيادة وأي استقلال هذه قضية ما عادت موجودة ومن عام 2003 لحد الآن وهم يعرفون ذلك دكتور فالح الخطاب الحقيقة زعماء الميليشيات بشكل شبه يومي يحذرون أو يعزفون نغمة جديدة أنه هناك خشية من أن يقوم الكيان الصهيوني بقصف المراقد الدينية في العراق كررت أكثر من مرة يعني سبب هذا التأكيد على هذا الأمر والحقيقة هناك أيضا مخاوف من أن تعمد هذه الميليشيات إلى تخزين سلاح في هذه المراقد حتى تأتي طائرات إسرائيلية بقصف ويقول هذا الذي توقعناه وهذا الذي كنا نخشى منه طبعا هناك أيضا مخاوف من أن تقوم أصلا الميليشيات بتفجير هذه المراقد على غرار ما جرى في عام 2006 في سامراء هذه المخاوف فلتعتقد جدية هل ممكن أن تمضي الميليشيات بهذا الاتجاه فعلا؟ يعني يمكن الوضع الآن غير الوضع عام 2006 عندما فجروا مرغل الإمام العسكري وكانت لعبة إيرانية معتراف كيسي قادة قوات الأمريكية نعم نعم الآن الوضع مختلف جدا لم يعود هناك مجال لكي تنطلي هذه الحيل لكن طبعا العقل الطائفي يفعل كل شيء ممكن يفعل كل شيء عندما يفعل محصورا محشورا في زاوية عندما يفعل ولكن هم في الحقيقة الآن في وضع ملتبس جدا يحاولون أن يخلطوا الأوراق بشكل كبير ولكن أعتقد أن أوراقهم ورصيدهم في الشارع العراقي في الشارع الشيعي خلنا نكون هكذا محددين نعم أصبح شبه يعني منتهي وهذه الحيل لا تنطوي كثيرا على العراقيين بعد الآن الولايات المتحدة إذا نظرنا جيدا تراقب ما يجري في العراق من فساد من امتهان للحقوق من امتهان اجتماعي اقتصادي تنظر بعمق وتترقب الفرصة المناسبة لكي يذهب هؤلاء وتأتي بحلفاءها الأمريكان الذين الآن هم يعني يتربصون وينتظرون نعم دكتور رافع الرئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو تعهدت بالمزيد من الضربات في العراق لمخازن أسلحة إيرانية أو للميليشيات المرتبطة بإيران إذا ما نفذت هذه التهديدات واستمر هذا القصف في العراق وسوريا بعيد عن إيران هل يتوقع أن إيران تدخل لتدافع عن حلفائها في العراق؟ طبعا من المرجح وربما الأكيد أن يفعل الكيان الصهيوني هذا وينتنياهو عندما يتحدث عن هذا الموضوع سيفعله لسبب أن نتنياهو ذهب إلى الانتخابات ويريد أن يقول لعموم الإسرائيليين يقول أنه هو الحامل لهذا الكيان المسخ هو الحامل له أن هناك تهديدات قوية وهو من يفعل أو يخطط لإبعاد الخطر عنه فلذلك ربما سيذهب إلى هذا كورقة ضغطة في الانتخابات إيران لا تفعل إيران لن تفعل شيئا مدام النار بعيد عن أراضيها إيران ستبقى النار بعيد عن أراضيها هي من البداية اختارت العراق ساعة المواجهة ساعة لتصفية الحسابات وهذه الميليشيات مثل ما تحدث ضيوفهم روحاني قال مقاتلون سيدافعون إذا ما نشبت معركة في العراق وسوريا سيقاتلون مقاتل لكننا غير مسؤولين عنهم لا نستطيع منعهم هذه هي الحقيقة هم هؤلاء جراء ليسوا أكثر وبالتالي سيكلفون العراق دماء كثيرا سيكلفوه ضربات أخرى كثيرة أذن كثير لا ناقتله ولا جمل في هذه المعركة القاسرة من البداية هم يريدون أن يجر العراق إلى خراب أكبر وبالتالي تجري تفاهمات بين أمريكا بين الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر على حساب العراقيين بالنتيجة العراق من سيدفع الثمن أهل العراق من سيدفعون الثمن وإيران وأمريكا هي من ستكسف هذه المعركة كلهم سيضع شروطه وكلهم سيأخذ حصته من دماء العراقين وثرواتهم شكرا ليا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وشكرا ليا الدكتور فالح الخطابة أيضا الكاتب الباحث السياسي كان هنا في الستوديو وشكرا ليا الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين وكان معنا عبر اسكايب من العاصمة الأردنية عمال شكرا لكم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة